نقل سعادة الدكتور عبداللطيف براشد الزياني وزير الخارجية تحيات حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدى وتمنيات جلالته بالتوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر الوزري حول مبادرة دعم استقرار ليبيا كما نقل وزير الخارجية تأكيد جلالة الملك المفدى على دعم مملكة البحرين المساعي والجهود الحثيثة التي تبذلها دولة ليبيا من أجل إرساء دعام الأمن والاستقرار والسلام في كافة أنحاء ليبيا لخير وصالح شعبها الشقيقة جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية في المؤتمر الوزري حول مبادرة دعم استقرار ليبيا الذي عقد اليوم في مدينة طرابلس حيث أعرب سعادة وزير الخارجية عن تقدير مملكة البحرين لكافة الجهود التي تبذل لتحقيق تسوية سياسية بل لتحقيق تسوية سياسية للأزمة الليبية تلبي تطلعات شعبها الكريم للسلم والاستقرار والنماء والزهار وتنهي معاناته التي استمرت إلى عقد من الزمان مشيدا بالمساعي المتواصلة التي تبدلها الحكومة الليبية لمعالجة عدد من المسائل الشائكة كما تقدم سعادته بالشكر لجهود الأمم المتحدة ودول جوار ليبيا والدول المعنية بالأزمة الليبية دعيا إلى مواصلة هذا النهج وتقديم دعمها الكامل للسقرار ليبيا وأشار الزيان إلى أن الأزمة الليبية بكل أبعادها فرضت على هذا البلد الشقيق تحديات سياسية وأمنية واقتصادية وزادت من معاناة شعبه الكريم وقدان الأوان لتحقيق تسوية سياسية شاملة تنهي الصراع وتحفظ سيادة واستقلال ليبيا واستقرارها وتوقف التدخل في شؤونها الداخلية وتؤدي إلى خروج كافة القرارات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية وأجراء الانتخابات الرئاسية والبرمانية في موعدها المقررة دعينا المجتمع الدولي إلى تقديم كل الدعم للحكومة الليبية ترجمة نانسي قنقر